لم تكن فكرتنا يوماً فكرة سلطة وحوار الطيار الوطني الحر مع القوات اللبنانية يؤسس إلى أمور عديدة ورسالة معممة إلى كافة القوى وخاصة المسيحية بحسب النائب إبراهيم كنعان الذي شدد على هامش ندوة مادة اللهوث السياسي الوجود المسيحي على أنه لا يمكن بناء مستقبل على الحقد ورفض كلي للآخر مشيراً إلى أنه هناك ثقة يجب أن تبنى وتحتاج إلى وقت هذا الحوار بالأساس يجب أن يكون رؤية مشتركة رؤية مسيحية للوطن وليس للمسيحيين رؤية مسيحية منقدر من خلالها نرجع نستعيد بعض الدور وبعض الموقع يلي فقدناه منذ زمن طويل ومنذ سنوات طويلة أكبر كبوس لازم نخلص منه هو استغلال التناقضات المسيحية المسيحية من قبل الآخرين رئيس جهاز الإعلام والتواصل في حزب القوات ملح مريشي الذي منح مباركته لكلام كنعان مرتين متتليتين أكد أن القوات تريد التنافس مع طيار الوطني الحر تتفق معه على الأمور المشتركة والمتفاهم عليها وتناقش بالأمور المختلف عليها من أجل غد ووطن أفضل أكيد موافق بس بزيد كمان شغل لبعد أنه حتى كلمة خلاف يمكن أكيد استاذ إبراهيم استعمالها كخطأ شائع كلمة خلاف بدنا نشيلها أنا أقول اختلاف بين بعضنا بدون ما يتحول الاختلاف إلى خلاف وحول تصريح رئيس نبي بري الذي جاء فيه بأن الملف الرئاسي يحتاج إلى توافق مسحي مسحي وإذا حصل هذا التوافق سيتصدر الصفوف لجعله توافقا وطنيا قال كنعان مع كل احترام للرئيس بري ولكن المسؤولية تتقع على عاتق جميع القوى السياسية ولا نحددها فقط بشأن رئاسة الجمهورية